الموجز الصباحي من النشرة أثارية الأزمة السياسية اللي اندلعت بعد أعلان رئيس الوزراء سعد الحريرة الاستقال من السعودية ردود فعل دولية وأكد وزير الخارجية الأمريكية ركس تيلرسون أنه مندعم استقلال لبنان ومنحترم الحريرة كشريك أولى إلنا ودعا كل الجهات داخل لبنان وخارجه لأحترام سياته ومؤسساته الشرعية وحذر من استخدام لبنان ساحة لصراعاتهم بالوكالة وبدوره أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه بدأ يكون الحريرة حر بتحركاته وقادر بشكل كامل على الأيام بدوره الحيوة بلبنان أما الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيارس فأكد أنه بدنا نحافظ على السلام بلبنان ومن المهم أنه ما يصير أي نزاع جديد بالمنطقة وأعرب عن قلق البالغ من تصاعد حدة التوتر بين السعودية ولبنان أما محليا فدان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تدخل السعودة بالشأن الداخل اللبناني والتصرف المهين مع الحريرة وقال إهانة رئيس الحكومة اللبنانية هي إهانة لكل لبناني وضع السيد نصر الله لمزيد من الوعي والابتعاد عن الشارع وقال ما تخافوا لأنه إرادتنا كلنا هي الحفاظ على بلدنا وأكد أن الحديث عن محيوة للأختيال الحريرة هو خبر سعودي وشدد على ضرورة أخذ الحذر بعد الاتهامات والحديث عن رصد حركة تشويش لموقع الحريرة السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان وحاضر أن تقدم في أزاء ذلك عشرات مليارات الدولارات اليوم في نقاش داخل الكيان الإسرائيلي حول هذا الموضوع واليوم وأمس في الإعلام الإسرائيلي إذا بتتابعوا كلام كثير عن أن حرب تموز 2006 كانت بطلب سعودي أفادت مصادر أمنية عبر النشرة أنه مرة تقدمت بدعوة عند مخفر غزير لقوى الأمن الداخلي عن اختفاء زوجة السعود الجنسية قبل ما تتلقى اتصال من مجهولين عرفوا عن حالهم أنه انخطفوا جوزة عمقلية الخطف قدت لتدخل وزير الداخلية نهاد المشنوق اللي أكد أنه عم بيتابع قضية خطف مواطن سعودي وشدد على أنه ما رح نسمح باستغلال الأزم السياسية لتعكير الأجواء فسلامة وأمن مواطني السعودية وكل الرعاية العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته وبدورة أعلنت السفر السعودية باللبنان أنه عم نتواصل مع سلطات الأمنية على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف من دون شرط بأكرب فرصة ممكن علامة صحيفة الجمهورية أن الحراك اللي عم بقوده رئيس الجمهورية ميشيل عون رح يتصاعد ليبلغ زروته بالزهاب لتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بحال ما رجع الحريرة لبيروت قريبا ونقلت الجمهورية عن مصدر مطلع أنه الرئيس ميشيل عون أبلغ الوفود الديبلوماسية أنه ما رح ينتر أكتر من أسبوع لمعرفة مصير الحريرة قبل ما يضطر لنقل الملف للمجتمع الدولي أفدت صحيفة لفيجارو الفرنسية أنه السلطات السعودية بدأ يترقص بهاء الحريرة بدلا من خيو ساعد الحكومة اللبنانية ولفتت الصحيفة إلى أنه فرنسا أوفدت للبنان خلال هذا الأسبوع مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط من أجل منيقشة المستقبل السياسي لعائلة الحريرة بلبنان من جهة تانية كشفت صحيفة الأخبار أنه عشائر من اللبقاء والشمال رح يزوروا اليوم السفارة السعودية لمبايع عيد بهاء الحريرة طلب وزير العدل سليم جريصات من المدعي العام التمييزي لأدو سمير حمود إجراء التعيبات والتحقيقات اللازمة بحق كل من الصحفيين السعوديين إبراهيم المرعى وعضوان الأحمر بجرم التحقير والافتراء الجنائي بحق رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بره ووزير الخارجية جبران بسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون دولياً شدد وزير الخارجية السعودة عدل جبير على أن حزب الله عم بيشارك بأنشطة إجرامية مثل تجارة المخدرات وغسيل الأموال كما أنه مسؤول عن تهريب الأسلحة لمملكة البحرين تعرضت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من الوزارات السعودية للاختراء ومن بينها وزارة العدل السعودية ووزارة السقافة والأعلام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية ووزارة الدفاع وطيران السعودية ووزارة التجارة أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة ثلاث أشخاص بحادث دهس حد مدينة تولوز جنوب البلاد وأضافت أنه سيء السيارة اللي بيبلغ من العمر 28 سنة كان معروف عند الشرطة لارتكاب وجراء بسيطة واعتقل بمكان الحادث معلومة وخبرية كشفت كاميرا المرأبة بقلب سيارة أجرة بولاية نيويورك الأمريكية لحظة سرقة بنت لصندوق المصاري الخاص بالسيئ وأظهر الفيديو البنت هي وقاعدة بالمقعد الخلف بالسيارة ولحظة وصولهم للعنوان المطلوب سرقة مصاري السيئ من الصندوق الخاص بالأجرة ختم الموجز كان معكم استفاني راضي وعلى أخراج حسان هزيمة